اشتركوا في القناة باسم الدين وباسم الشريعة فيطرح بين الأمة قضية هل والدي النبي في الجنة أو في النار وكأنه قد دخل الجنة وتربع فيها واطمأنيت اللي هلطت بعد ذلك من في الجنة ومن في النار إن من وراء هذا الكلام إعداد لفصل الأمة عن حقيقة صلفها في النبي صلى الله عليه وسلم كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدر لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم وسائل وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا فهي قليلة ناقصة لأنها باطل ويوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها نسمع والد النبي في النار أم النبي في النار طيب أبو النبي وأم النبي في شيء تاني أيو مدينة النبي لا تسموها منورة هي نبوية خلاص ما عدت من أقول طيب حاضر أبو النبي أم النبي ومدينة النبي وآل البيت مثل الناس مثل الناس ما في فرق بينهم بين الخلف إيش آل البيت إيش هذا التمييز ما عندنا هذا القلام في الإسلام ما لهم ميزة الحسين مثل بديية الناس اعمل سمام تكون مثل الحسين عجيب خلصت وخلاص لا 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 عجيب هذا أبو النبي وأمه مدينته أهل بيته أصحاب النبي يا جماعة أيوة أصحاب النبي يخطئون ويصيبون يا جماعة ابن عمر كان يتبرك بأعتار لا لا ابن عمر غلط خلصت خلصت اللي عندكم لا لا لسه آه عبو النبي أمه مدينته أهل بيته أصحابه آثار النبي آثار النبي نكسر ممنوع تتبرك بآثار النبي صلى الله عليه شرك 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 عجيب شرك 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 يا جماعة سيدنا عبدالله بن عمر في صيح البخاري كان يتمشف برمانة منبر النبي لا 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 تهور تهور عجيب عجيب اثار النبي هذا عجيب خلص المواد انتهت لا 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 تنفعوا صوتكم بالصلاة على النبي ممنوع ممنوع بدعا لو رفعتوا أصواتكم بالصلاة على النبي نحن نحن نحب النبي يا جماعة أيوة لكن خلاص صلنا ممنوع صليتي سرك بس خلاص ممنوع بدعا لا تنفعوا صوتك بلعنا ممنوع أبو النبي وأمه أهل بيت وأصحابه مدينة آثار وحتى الصلاة عليك يا كحلاوي أنت تمدح النبي بدعا ايش تمدح النبي لا فطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولاكم بولوا عبدالله تعال تعال إذن المسألة وراءها شيء لو كانت قضية أبو النبي وأمه فقط مساكين غلطة ما فهموا النصوص ما فهموا الأجلة لو كانت قضية أهل البيت وحدهم مساكين ما فهموا وخافوا من الغلو جزاه من الله أخير لو قضية مدح النبي لكن كل المسائل المتعلقة بالنبي خلاص مات 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 ما عد ينفع ولا يضر خلاص خلاص يا جماعة احنا راتين للحجاز بشدة الأنفس شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وأزور النبي لا ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي من قال لكم أنها من الشروط والواجبات لحج هي من شروط وواجبات المحبة شيء ما تعرفون وأنتم حجير المسألة وراءها شيء ليست المسألة عدم فهم للنصوص هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد هذه المسألة نحن نحب النبي كذبتم والله لو أحببتم والنبي ما قبلتموا بمثل هذه المقابلة أبو النبي وأم النبي في النار ما مقصودك بشغل الناس بمثل هذا الأمر كما أخبرتكم القضية وراءها نزع محبة النبي من قروب المسلم سيدة زينب هنا عندك في مصر الحمد لله أنا ما أعتبت ولا دخلت إلى داخل السيدة زينب تشتخر ها فرحان هي ما تريدك هي لا تريدك ولو أرادتك لهي الله لك زيارتها الناس يعملوا أشياء غلط في المقاب الناس يعملوا أشياء غلط عند الكعبة تهجير الكعبة هناك عصابات نشانين تدخل الحرم وتقص الجيوب وتسرق يلا مدان في أشياء غلط في الحرم نترك الحرم يلا في ناس تعمل أشياء غلط في الصلاة نترك الصلاة في ناس تعمل أشياء غلط في القرآن نترك القرآن نترك القرآن نترك الكعبة نترك أهل البيت جيبوا الخلاصة نترك الدين هذا نهاية الكلام أعداءنا لما فشلوا في أن ينتزعون من الدين بصراعة دسوا بيننا من يتكلم بإسم الدين ليستل الدين من قلوبها فتن كبطع الليل المظل يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرة وينسي مؤمنا وينسي كافرة لماذا يا رسول الله؟ تعالوا أقول لكم إيش السر أيضا مع عدم المحب يبيع دينه بعرب من الدنيا كافرة أيها الحمد لله يلا إعارة هنا ولا هناك ورجع بعد الإعارة والجيب مليان وتعود على صرفية معينة في الشهر